موسيقى 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 الوهيبي بينما المركز الثالث هنا تتواجد في هذه الانطلاقة وتنطلق أيضا من ياسع المركز الثالث خلال هذه اللحظات ليسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشدة المكتوم مطر بن سيب بلاحق الهاجري يقودها بعملية التضمير مع المركز الثالث ننتقل إلى المركز الرابع وصلت الحاجة على المركز الرابع من حجن الشحانية بقيادة الذهبي سالب بن فاران المري من يتولى عملية التضمير تدخلت أيضا هنا وانطلقت مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات من وتتواجد خلال هذا الانطلاق من حجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من ياتي بانطلاقة هذه الأسماء وتقديم هذه الأسماء القوية التي تنطلق في هذا المسار وفي هذا التحدي الرائع والجميل هذه هي الخمس المراكز المتقدمة هذه هي الأسماء التي برزت بنفسها في أول نداء للخمس المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وهناك أسماء أخرى تنطلق خلف هذه الخمس قادمة بإنجازاتها قادمة بأمال مضمريها بأن يحقق الفوز والناموس في هذا الانطلاق نتمنى للجميع التوفيق والناموس سواء في هذا الشوط أو في الأشواط القادمة بمشيئة الله العودة إلى المقدمة العودة إلى التحدي هنا مع ذراثية الشحانية وهجن الشحانية التي تسيطر على الثلاث المراكز المتقدمة من خلال هذا الانطلاق غيرت الحاجة إلى مقدمة هذا الشوط بدأت بالانطلاق مع المقدمة لهجن الشحانية بقيادة سالب بن فاران المري من يأتي أيضا مع هذا الانطلاق بمقدمة هذا الشوط ولكن عادت هناك أيضا من الكانب الآخر شديدة وبدأت بالتسلل إلى مقدمة هذا الشوط هذه هي شديدة تأتي بانطلاق شديد نحو مقدمة هذا الشوط ونحو المركز الأول من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها في عملية التضمير كما يقود الأسماء القوية التي تبرز دائما نفسها في كل ميدان وكل زمان ها هو العملاق ينطلق مع شديد بمقدمة هذا الشوط ننتقل إلى المركز الثاني بدأت تحدي وهناك كما تشاهدون المركز الثاني والثارث والرابع والخامس في موقع واحد نحو التنافس للانطلاق نحو ناموسي هذا الشوط من سوف يحظى بناموسي هذا الشوط قطعنا ذلاثة كيلو مترات والمتبقي خمسة كيلو مترات على نهاية هذا الشوط بوجود شديد على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول المركز الثاني تسللت من الجانب الآخر بدأ الانطلاق هنا مشاهدي للأعزاء في هذه اللحظات وانطلاقت جميلة من هقن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي واصلت منوى منوى تسللت منوى على المركز الثالث في هذه اللحظات أيضا من هقن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تدخلت مياسة بدأت باختطابها للمركز الثالث لسموه شيخ أحمد بن محمد بن راشدال مكتوم مطر بن سيب بن لاحق الهاقري بدأت تحدي هناك أيضا من نجمة التي بدأت تضيك النجمة الساطعة مع المركز الرابع في هذه اللحظات لسموه شيخ سلطان بن سايد بن سلطان الانهيان أحمد بن خلفان بالصائق المزروعي يقود في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل بدأت تسلل من الأسماء الأخرى كما تشاهدون هذا الشوط الحماسي الذي بدأ بإذارته منذ بداية إعطاء الإشارة للانطلاق نحو هذا الناموس للانطلاق نحو هذا الشوط هنا المقدمة جميلة وهي جميلة للقاية بشكلها وأدائها الرائع والجميل على مقدمة هذا الشوط المملوكة لهقن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وتدخلت نجمة من القانب الآخر في هذه اللحظات لسموه شيخ سلطان بن سايد بن سلطان الانهيان أحمد بن خلبان بالصائق المزروعي يأتي بالتدخل مع منتصف الثمانية كيلو مترات للمنافسة القوية نحو الفوزي والناموس بينما مياسة خذت المركز الثالث لسموه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن سلطان بن لاحق الهاجري المنتشي الذي يقدم هذه الأسماء التي تختطف الفوزي والناموس وتكون في قمة المنافسة خلال هذا الانطلاق المركز الرابع تدخلت أيضا هنا مشاهدين الأعزاء وانطلقت شعلة شعلة أول إذاعة لشعلة أول ندال شعلة على المركز الرابع من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد الحطية يأتي مع شعلة في هذا الانطلاق المركز الخامس هذه هي شديدة تأتي بالرغم خمسة مع المركز الخامس شديدة من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيب يقود في عملية التضمير هذه هي الأسماء المتقدمة هذه هي الانطلاقات الرائعة وراقب الأعداد القادمة راقب أيضا الأسماء من الحول التي تنطلق بإنجازاتها التي كما ذكرنا سابقا وأسلمنا بأنها حققت العديد من الإنجازات خلال فترتها العمرية من سن الحجائج حتى الوصول إلى هذا السن سن التجمع للكبار وانطلاقة الكبار التي تنطلق بأرضية هذا الميدان هذه هي جميلة ما زالت على مقدمة هذا الشوت ما زالت على المركز الأول جميلة عصدانة من هقن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها نحو الفوز والانتصار بهذا الانطلاق الرائع والقميل المركز الثاني نجمة خطيرة في المركز الثاني في هذه اللحظات ليسموه شيخ سلطان بن زايدان الانهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصارق المزروعي المركز الثالث وصلت شعلة شعلة تأتي مع المركز الثالث لتشتعل نيران المنافسة مع الخمس المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق هذه هي شعلة لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية يقودها في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق الرائع والقميل والتحدي المذير في انطلاقة هذا الشوت وفي تحديات هذه الأسماء الله وصلت الحذرة وصلت الحذرة لهجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي ياتي مع انطلاقة الحذرة حذاري من الحذرة حذاري يا أخواني من الحذرة بدأت بالتدخل الخطير والانطلاق المذير مع هذه الأسماء القوية التي تنطلق أيضا بهذه المراكز المتقدمة راقبوا هذا الشوت لا انفراد في هذا الشوت بل تجمع ظهر من بداية هذا المسار هنا المقدمة جميلة نجمع المركز الثاني شعلع المركز الثالث منوع المركز الرابع وشديد قادمة والحذرة على المركز الخامس الله 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 يا سلام يا هذا الشوت يا سلام يا هذا الحماس المذير للقاية ما بين الأخوة المضمرين يتنافسون نحو الفوز وناموس متابعين هذه الأسماء بعملية التضمير غيرت نجمة تحمل الرقم واحد على مقدمة هذا الشوت نجمة 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 تاتي على الصدارة لسبوع الشيخ سلطان بن زايدال الهيان أحمد بن خلفان بالصائق المزروحي يقود في عملية التضمير خلال هذا الانطلاق هنا تاتي أيضا بهذا الانطلاق الرائع والجميل عادت شديدة من القانب الآخر لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي بانطلاقة شديدة لتاتي مرة أخرى بالمنافسة نحو المراكز المتقدمة المركز الثالث وصلت جميلة على المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يعلن بانطلاقة هذه الأسماء القوية التي تتنافس من أجل تحقيق الفوز وناموس في هذا الانطلاق الرائع والجميل بدأ التدخل من شهلة على المركز الرابع وصلت مزنة 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 هذه هي مزنة أول لدالي مزنة خذت المركز الثالث ليسمو شيخ حمداء بن راشد المكتوم فهد بن حصين النعامي يقود في عملية التضمير 1500 متر خلاص يا أخواني المضمرين خلاص بدأ العد التنازلي نجمع الصدارة نجمع المركز الأول شديد على المركز الثاني بدأ التحدي الثنائي نحو الانطلاق والناموس في هذا المسار الرائع والقميل الله 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 بدأ التحدي هناك شعلة شعلة مزنة قادمة بدأ الانطلاق القماسي كما تشاهدون أمام حضراتكم بقيادة نجمة مع مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول ليسمو الشيخ سلطان بن سايد بن سلطان آل انهيان بقيادة أحمد من خلفه بالصائق المسروحي يقودها نحو الناموس بدون يوامر تذكر حتى هذه اللحظات شديدة على المركز الثاني تحركت شديدة الكيلو متى الأخير الكيلو متى الأخير شديدة نجمع الصدارة شديدة قادمة منافسة قوية ذنائية ما بين الثنتين ما بين الثنتين نجمع الصدارة شديدة تحركت مثل قادمة الأسماء الأخيرة بدأت بالانطلاق الله يا سلام يا سلام يا سلام شعلة شعلة عادت للمنافسة هذه هي شعلة قادمة قادمة على المركز الثاني لهجن الشحانية محمد بخالد العطية نجمع الصدارة نجمع المركز الأول شعلة ونجمة نجمة وشعلة المنافسة القوية الله 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 نقمة 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 على الصدارة نقمة على المركز الأول ليس بوشيخ سلطان بن سايدان الانهيان أحمد من خلفه بالصائق المسروحي ياتي بهذا الانطلال شعلة تحركت لهجن الشحانية شعلة شعلة على المركز الثالي لهجن الشحانية محمد بخالد العطية نقمة وشعلة شعلة ونقمة نقمة 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 شعلة قادمة شعلة ونقمة تحدي ذناي انطلاق ذناي الله نقمة نقمة على الصدارة الثلاثمائة بتلقيرة خلاص يا بالصائق روح نحو الناموس روح نحو الانطلاق هذه هي نقمة هذه هي نقمة تصطع ايضا بانجوم الناموس بهذا الميدان بهذا المهرقان نقمة نقمة على المركز الاول لسبو الشيخ سلطان بن زايد الانهيان سلام دولة الامارات سلام ميدان التلات سلام السويحان سلام لهذا الشعار سيدي سبو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الانهيان مشكور احمد مخلفان بالصائق المزروعي على هذا الفوز والانطلاق صار المركز الثاني أتت الحاجة من هجن الشحانية بينما المركز الثالث شعله من هجن الشحانية والمركز الرابع مذنى لسمو الشيخ حمداء بن راشد المكتوم والمركز الخامس مياسة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ما شاء الله قوة وإثارة والتحدي رائع جميل للقاية منافسة قوية حيث كانت نجمة هي بطلة هذا الشوت لتهدي ناموس هذا الشوت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سلام سويحان سلام ناهل على هذا الفوز والانتصار في هذا الانطلاق الرائع والجميل حيث كانت نجمة هي صاحبة الفوز والانتصار بتنافس غوي مع شعله ومع شديده ومع الأسماء الأخرى التي ظهرت في الأمتار الأخيرة ولكن استطاعت نجمة أن تقدم العروض الممتازة لتهدي ناموس هذا الشوت لسيدي سمو الشيخ سلطان بن سايدالنهيان وللنضمر أحمد مخباب الصائف المسروحي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 57 دانية سبعة أجزاء من الثانية تهانين وناموس على هذا الفوز والانتصار الحاجات تتيضم في المركز الثاني من هقن الشحانية بقيادة سالب بن فاران المري 12 دقيقة 59 دانية ثلاثة أجزاء من الثانية المركز الثالث كانت شعلة أيضا من هقن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية 13 دقيقة تسعة أجزاء من الثانية التهانين والناموس تهانين والإطارات التواصل اشتركوا في القناة